من مرحلة تباين الاراء الى التفكك وصولا الى التمزق والتشضي هكذا تسير العملية السياسية في العراق من محطة الى اخرى وفي كل محطة يزداد التأزم تداعيات الانتخابات السلبية لم تقتصر على الخلاف بين التيار الصدري والاطار التنسيقي وما رافق ذلك من صرع دموي بل حتى الاطار التنسيقي نفسه بدأ يتفكك ما بين كتل تصر على الغاء الانتخابات واخرى تريد تسوية وفق المعطيات الحالية مصادر سياسية مطلعة كشفت ان اتلاف المالكي سيغادر الاطار التنسيقي الامر الذي يجعل تحالف الفتح في موقف اضعف قد يجبره على الخروج ايضا من الاطار التنسيقي فيما لا تزال القوى الاخرى متمسكة بخيار الغاء الانتخابات تذكر المصادر ان سبب المغادرة هو ابداع مرونة في تشكيل الحكومة المقبلة مع التيار الصدري وخصوصا بعد وصول خبر من القضاء الحالي عن قرب المصادقة على النتائج الانتخابية ولا شك ان جميع هذه القوى المتنازعة لا تختلف على مبدأ التوافق الحكومي المبني على نظام المحاصصة لكن الخلاف يكمن في الجهة التي تتصدر المشهد السياسي خطوة الى الوراء لمراقبة مشهد ما بعد انتخابات عام 2018 تبين العراقيل التي واجهت تشكيل الحكومة انذاك فامتدت الصراعات لعدة اشهر ثم شكلت حكومة عادل عبد المهدي المنقوصة ولم تكمل دورتها الانتخابية حتى جاءت الانتخابات الحالية فاذا كان هذا الوضع في عام 2018 فكيف سيكون حجم التأزم بعد الانتخابات الحالية التي شهدت نزاعا اكبر وصراعا دمويا وكذلك محاولة اغتيال الكاظم بطائرة مسيراء وفوق كل ذلك الظروف الاقليمية فلا اقل من ان تمتد الصراعات لعدة اشهر وربما لا تتشكل حكومة كاملة في هذه المرحلة التي وصلت بها العملية السياسية الى مرحلة الشيخوخة